سلام فيديو جديد وقصة جديدة مع حياة قبل ما نبدو القصة جيبيشي كويزتي لأتي والكويزتي لقاوة وأجي ستاسوني حدايو نبدو على بركتي الله كنت عندي 15 لعام اني انجلست من المدرسة وقترحت علي عامتي مشي نعيش معها في دارها قيت عندهم شي عام تقريبا في هاد المدة صاحبت مع واحد البنت بنت جيران دعمتي وليت أنا وياه صحبة ترى الروح بالروح حاجتي هي حاجتها وحاجتها هي حاجتي كان قلوا لبعضياتنا حويتات كان تبادلوا الحوائج ومع عشرين مع بعضياتنا في حلوة والمرضة مني كان مشي عندهم لدارهم دي ما كتعودلي على واحد الدري كتبغيه أنا هاد الدري عمري ما عرفته وعمري ما شتو واحد المرة كنت خرجة وتبعني واحد الولد قال لي يا ركو عجبتيني والصراحة حتى أنا عجبني كان الدري نقيقي وزوين بزاف وباينا لباس علي وولد الناس قال لي يعطني المرتك وبعدت هالي وبقينا نهضروش حال تقريبا مدة شهرين من بعد قال لي يا شوفها بنت الناس أنا بغي كل حلال وبغي كتزواج قلت لي أنا باقة صغيرة وقلسها مع عمتي قال لي يا ماشي ومشكي نخطبك من عند عمتك ومو العيد الكبير نمشي ونخطبك من عند داركم ونتكاتبه قلت هالعمتي وهي توافق عليه قالت لي يا مرحبا بي جات مو أخطو خطبوني وديك خطو ما حملتني ما قبلتني وجايب حالي جايب الزز ما فهمتش ما عجبهاش الحال قلت مع راسي وضرب راسها مع الحال هو باغيني وأنا باغياه ما تهمنيش مشيت عند صاحبتي كان جري قلت لي هات خطبت حساب لي غتفرح لي ساعز ضمادني قلت لي راغيرك يضحك عليك هادك يزوج بك انتي تخاصمت معها وخرش من عندها طلع لي يددم ما عرفتها شمالها دوزنا شي شهرين تقريبا متخاصمين حتى الواحد النهار ويجي عندي للدار قالت لي يا سمحي لي وأنا ما عرفت شمالي انتي عارفاني أنا راه هبيلة وحنا راه اخواتات ماشي صحابات صافي تعان قناة وتسامحنا شوية ويا تقول يا الله معايا لحمام تسخني عظيماتك حيث مدينة لحمام في الدار مشيت معها وحكات لي وتهلات فيها جمعنا وضحكنا ومني انساليت رجعت للدار خليت عندها شي حويش جيا ولي يعني رقمته معارف الحمام كتي يكون ضرورة يبقى شوية ديالشعر طيح في الارض شي حاجة تحكا لوصخ الحكان ديالو مو يمركو معارف الحمام دازت قريبا شي تلتي يا مهكاك كنت في البيت مكونكتي مع خاطيبي حتى حسيت واحد الإحساس في شكل بحلي يضربني شي واحد لراسي ضغط مشيت كان جريل الصالون عند عمتي وولدا بريت كان شوفيهم ونضحك قال لي يا ولدا عمتي باللي بديت كان غوة وكان ضرب راسي مع الحيط وبدو يهدنوني لغد لي يدتني عمتي عند واحد لفقية غير دخلت عنده وانا نغيب بقى كيقرع لي حتى فقط قال لي عمتي وش هدي أول مرة يوقع ليها هكا قال لي هراها عندها سحر ولي تبحان الحمقى أنا هنا مبقيت حاملة لا زواج ولا خاطيبي تفارقت معها من بعد كان كتشف ان ذاك الدر اللي كانت كتبغي صاحبتي وهو خاطيبي وكان حب من طرف واحد طبيعة الحال من طرفها هي اخته كانت مصاحبة معها وكانت موعدها انها غدي تزوجها اخوها تفقوا علي بزوج وسحروا لي ومرضوني في صحتي عدبوني وعدبوا لي يا والدية مشيت لدارنا وبابا مسكين مخلافين الداني فين ما كيسمع شراقي كيديني عنده دوزد اكفس عامين في حياتي بقيت متبعة الروكية والقرآن حتدرت شوية لباس الحمد لله دب الحمد لله هادي تلت سنين وانا مزوجة ولكن للأسف باقي ربي ما رزقنيش بشي وليدات ما عرفتاش واش ما عند ربي ولا من عند العبد دعوا معايا ربي رزقني بالدرية الصالحة وهنا ستكون ثلاث القصة وهذا ميصاج لكل بنات سواء المزوجة او عازيبة ما كينش تيقى في الصحابات صاحبتك هي ياختك او امك او بنتك حيث ما كينش يبغي لك الخير بحالهم اما صاحبت مو خير تغضر بك بحال كيف سمعتو في القصة اي قصة حطتها لكم راه باش تستفدو تاخدو العبرة ماشي في الفرجة وهنا غدي تكون نهاية الفيديو ما تنسوش لايكات 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 كذلك تعملوا بارتاج هكا باش تعمل فائدة لجميع البنات يستفدو من القصة كذلك ما تنسوش تابنوا معنا في القناة هكا باش يوصلكم ديمة الجديد أعناكم الله